لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المطهرين وعلى آله وصحبه الطيب المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لأسالي لمجال جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسأل الله العظيم بأسماء الحسن والسرعة العلا أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التاويل وبعد ذكرنا في الدرس السابقي في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمة الناصر السعدي رحمة الله عليه أن منصفات المؤمنين فعلوا الطاعة وترك المعاصي مع أنهم وخكدروا الطاعة وكيتركوا المعاصي فإنهم يرون أنفسهم يعني مقصرين في جنب الله عز وجل فعل الفرائض والنواف لدأبهم مع رؤية التقصير والنقصان يعمل الإنسان يقول أنه رهى مقام الله تعالى أنه رهى كامل في إيمانه وفي إسلامه الرسول صلى الله عليه وسلم وحده والأنبياء لله تعالى رزقهم العصم هم الكمل فيما يتعلق بالطاعة والعبادة أما نحن فكما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون إذن تكرر ما يتعلق بماذا؟ بكونهم يجتهدون في الطاعة وترك المعاصي والذنوب ثم ذكرنا ما يتعلق بالآثار السيئة للذنوب آثارها على الفرد وعلى المجتمع على الإنسان على الجسد وعلى مجموعة من الأمور ينتقل رحمه الله الإمام السعدي إلى منازل عظيمة أخرى وهي منازل الصبر والشكر والرضا الصبر والشكر والرضا هذه اهتيم الأمور والنقامة للمزيان المسلم والمؤمن يجتهد في تحصيلها يقول رحمه الله صبر النفوس على المكانه كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان إذن تكر هنا رحمة الله عليه ثلاثة دير المنازل لهي منزلة الشكر والصبر والرضا الشكر والصبر والرضا لماذا تكرها مباشرة من بعد ما تكر فعل الطاعات وترك المعاصي تكرنا أن المسلم والمؤمن هو الذي يجتهد في أحكام الله تعالى هذا هو المسلم هو الذي يتبق هذا الشري أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم طيب هذه الحالة تقول الله ما استطعتم اسمعوا وأطيعوا فالمناسبة هذه المنازل الثلاثة الصبر والشكر والرضا بالأحكام الشرعية أن الناس أمام الأحكام الشرعية كان قسم متدد للحالة فمنهم صابر ومنهم راض ومنهم شاكر كان لديه الصبر وكان لديه الشكر وكان لديه الرضا وهذه المنازل الثلاثة تتعلق بالأحكام الشرعية وقد تتعلق ذلك بأحكام الله الكونية لأن هذه الكون كانت أحكام شرعية أشياء ما أحكام شرعية؟ صلي، زكي، لحوجة لله قال لنا ديره أشياء الأحكام الكونية؟ شيء حاجة لانت ما تتصرفش فيها هي أفعال الله تعالى لفي هذا الكون شيء حاجة لانت ما ما عندك شفية حتى شي تصرف أقدار الله عز وجل الله واضح؟ أفعال الله تبارك وتعالى في هذا الكون اللي احنا ما عناش فيه حتى شي دخل هي إرادة الله تبارك وتعالى ومشئته سبحانه وتعالى صبق رحمه الله بالصبر قالك صبر النفوس على المكاره كلها الصبر علش صبق منزلات الصبر أول لي أن الصبر واجب الصبر واجب على الإنسان مش مستحب واجب الصبر ثانيا هو حال أغلب الناس إلا من رحم الله كثير من الناس بزمنه يصبر ما عنده شي حل أخر إلا الصبر الصبر في اللغة هو المنع والحبس حبست الشيء أو صبرت الشيء يا حبست ومنعته هذا في اللغة العربية أما في الإصطلاح فكي يكون ديما هناك واحد علاقة ما بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية يقول ابن القيم رحمة الله عليه في تعريفه للصبر قال وحبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان يعني عن الشكوى وحبس الجوارح يعني التشويشي والمعاصي والذنوب هذا هو الصبر إنسان يحبس اللسان يالو من الشكوى قيش كيدينة ويحبس الإنسان نفسه من الجزع والتسخط إنسان يجزع بمعنى يفشل بمعنى الإنسان يفقد الثقة في الله عز وجل بمعنى يعني يعني آية أخرى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لعظيمة إلا على أهل الخشوع وأهل الإيمان روى الإمام المسلم حديث أبي مالك الحاديث بن عاصم الأشعر قال الله صلى الله عليه وسلم واحد عدي طويل قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء الصدقة نور ديك الطريق والصدقة برهان يعني دليل على الإيمان ديك والصبر ضياء يضيء لك طريقك إلى الله والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك إذن هذا هو الصبر الصبر كين ثلاثة كليك يصبر على الطاعة صبرون على الطاعة إنسان باش يمشي يصوم عشنو خصو خصو يصبر على الجوع والعطش ويصبر كذلك عن قول السوئي ويصبر عن أخلاق سيئة هذا كصبر إذا ما صبرت يصر ما تقدش تصوم مش فقط صبر على الجوع والعطش لك رقع كثير من الناس لكي تصبر حتى على اللسان دي لا يقولوا الكلام السيئ ليس صوموا بمن يعني امتنع عن الطاعة من والشرب ولكن ما امتنع عن الحرام ومن الحرام إساءة الكلام وسوء الظن وغيرها من الأمور صبر على الطاعة باش تمشي لحج إذا ما صبرت شي ما تقدرش تحج تصبر بعدها باش تخلص مال لها ما هي وما لونها كما يقاب ماشي سهل على الإسان يبقي يجمع ويوفار ويجتهل باش يمشي يدير هاد الفريضة إذا كتصبر على المال لان ما لخصك تخرجوا ويصبح طاعة من الطاعة التي استثمروها المال وباش تدير المناسي خصك الصبر ويصبح تدير المناسي تدير تتاعم شديد باش دير التواف باش تدير السعي باش يمشي لك الزحام باش يمشي لوقوف في عرفاء وذلك المناسي كلها يعني ما شاء الله تحتاج من الإنسان يصبر ومشي خر يصبر على المجهود يصبر حتى على الناس كالأخلر ديال الناس مع أخوت كم تلين مع نقصك تصبر تصبر، إذا لم تصبر، يمكن أن يذهب إلى ذلك شيء. هذا هو عمره، ليس لحج. يمكننا أن يحجز في حجة جداً من جدة المكة. وعمره، خاصة بقية خمسة بلايس. وهذا المسيارة لا يجب سيارة كبيرة تهز الناس. أحد يقول لهم أن يكون هذا العمر يجب أن يكون لدينا خمسة دقيقة لأتجابها في الطموبيل وقال لدينا الهلير ويقوم بمتلك لكن يقول لهم بقيا لابس الإحرام ويقوم برد ويقوم برد ويقولوا أحد أحد الجزاء والتسخط والتشكي واضح؟ كيف أدخلت في الزحام؟ كيف أدخلت في الزحام؟ تضع لك شيء، تضع لك شيء، تضع لك الله علم هذا يحتسب لي أي شيء يجب الإنسان يتوقعها ويقول الحمد لله على ما قدره وما قسم هل تفهم؟ الله تعالى يعودك خيراً إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة الصبر ضروري في هذه الحياة الصبر على الطاعة لن يجب القيم الليلة يجب أن تكون صبور لأن البدل يجب أن تكون صبر على الطاعة وصبر يعني معاصية بمعنى الإنسان والمعاصي ما أكثرها باب واسع كان معاصي اللسان، الجوارح كان شيء حواج الإنسان يبغيها إلا ما صبرش، لا يجب أن تخلي عليها وذلك الحواجة الله حرمها سبحانه وتعالى من بلد الأمور الكذب الغيبة أو النميمة أنا أتكلم في أعراض الناس إلا ما صبرتش اللسان ديالك عن هذا فلست من أهل الصبر الصبر عني نمعصية عني الحرام، عني الشبهات والشهوات ثالثاً صبرون على ودو المهم، مهم جداً صبر على أقدر الله إلا أقدر الله عليك شيء حاجة أش كتقول الحمد لله على أخديه وعلى عطائه كتقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها كتقول إنه لله أشكت الله تعالى في سورة البقرة الذين إذا أصبتهم مصيبتهم قالوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هذا هو الصبر على أقدر الله أشيء أقدر الله؟ إنسان تبتلا بالفقر كان عنده الفلوس ما بقى شعنده هذا بلأ ملأ مصيبة مصيبة لكن أشخص كدير الحمد لله تبتلا للإنسان بمرض مشا دوز ذلك تبتلا بالفقر ويقول لأحد مرض مزمين ويقول الحمد لله قدر الله وأقدر الله فيها خير والشر ليس إليك حاشا في أفعال الله يقف السوء ولا الشر وشوفوا حتى لوغ القرآن يشح الجميلة كيفاش ما تنسبش لأفعال الله السوء ولا الشر عمر تنسبوا لله الشر ولنقولوا أن الشر يجب من عند الله سبحانه وتعالى قاع أقدر الله بمزيانة وخافيها كينش أقدر بصعيبة كدرك واشا تقول والكدر من عند الله الحمد لله لا فيها الخير عرفتي ولا ما عرفتي شيء الله تعالى قال في صورة الجين وهذه الجين بتي يدروا الله حكى القول دي لهم قالوا وَأَنَّا وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ وَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا في الأولى الآية الجين لما ذكروا شر ما نسبوهش لله ما قالواش شر أراده الله شر بغاه الله لا قالوا شر وإنا لا ندري إحنا ما عرفنا شيء وإحنا ما عرفينش وش شر بغاه الله شي وحدين في الأرض قالوا الله بغاليهم الخير لما ذكروا الخير الجين نسبوه لله لما ذكروا الشر نسبوه الشي وحدين لا ندري أشر أريده في اللغة العربية الفعل يقدر يكون مبني للمعلوم بحربيث أنا أقول لكم شربتوا 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 فأنا ذكرت راسي شربتوا الماء الفاعل ضائمون مستطيرون تقديروه أنا ولما ذكرنا شرب الحاج كذا بمعنى ذكرنا الفعل وذكرنا شكل إذن الفاعل عرفنا لكن يقول لكم شوريبه اللماء أنا ما اتشرد أو الله أعلم نحن ما عرفنا شكل لأن هنا مبني المجهول أو بنية لما لم يسمى فاعله فتسمى هنا الفاعل فهنا ما سمى لفاعل الجين وإنا لا ندري أريد أريد الشيء تبغى إحنا ما عرفناش وش شرب غو الشيء وحدي أم أراد بهم ربهم رشادا لما ذكروا الرشاد نسبوه لله عز وجل كذلك أقدر الله كلها فيها خير وكما في الدعاء والشر ليس إليك إذن إنسان يصبر على أقدر الله تبارك وتعالى ففيها الخير وأنواع الصبر كين صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله صبر بالله لما أن الله هو لك يعنك من أنك تصبر بالله كنتمسك وكتشبت بالله فالله تعالى والسبب ذلك في ذلك الصبر كما قال تعالى في الأواخر النحل وصبر ومسبرك إلا بالله لأن إذا لم تصبرك إلا الله عز وجل إذا كانت تصبر بالله كنت تصبر لله بمعنى لماذا تصبر ذلك؟ بغيت الله الغرض دلك والله الصبر لله ديال غاية ديرك لا تصبر حيث أننا سنقوله أو لم ينقل تصبر حيث الله تعالى والغرض ديرك دافع ذلك لصبر والله ثم الصبر مع الله مع الله بمعنى الإنسان يمشي في ممشه الله وكيدور حيث آراد الله عز وجل يلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى والصبر مع الله تذيب مع الله المعية دي الله عز وجل وكما قلنا في المقدمة الصبر واجب الأصل في أنه واجب وكيف يلين مستحب واضح ما هو المستحب في الصبر بمعنى الصبر على النوافيل النوافيل ليس واجب النوافيل إلا دلتيه مصبرتي هذا كصبر مستحب أما الصبر على الفارضاه هذا كواجب أشنو الصبر الواجب ليه هو في الأمر الواجب والصبر المستحب في الأمر المستحب ومن الصبر المستحب ترق كل المكروهات بكين شيخ وجل مكروهة في الإسلام ماشي حرام لكن مكروهة إلا ترقتيها وصبرتي فهذا ماذا؟ هذا من الصبر المستحب ككترة الكلام يكره ومكروه وقد تهضر بزف وقال قد أقول حاجة عادية لكن كترة الكلام تقدر توقع في الغلط تقدر توقع في السوء فالإنسان إذا تجنب كترة الكلام هذا من الصبر المستحب والناس منازل في الصبر كين درجات كين منزلة الصبر هذا هو أعمها وهو الذي حقق الصبر كين المستبر واستبر واستبر علي هذا نسألك رزقا أي جاهد تجتهد يعني تقاوم تقاوم باش أنك تلحق هذا المنزلة حتى وكانك توصل لها كين المتصبر بمعنى اللي كيصبر وتيحسب لكن تيصبر كيحسب المشقة يتحمل ذا المتصبر ثم كين الصبر اللي هو ماذا؟ هو الذي يعني صبروه أعظم من غيره هو الذي صبروه أعظم من غيره وكين الصبر وهو كثير الصبر في القدر والكمي واضح؟ كيف يلحق هذا المنزلة عباد الله؟ أولا بحب الله إلا ما حبتش الله ممكن تتلحق هذا المنزلة فاش كتتحب أمر كتصبر باش تلحق لي وباش تحصل عليه فإذا حب الله تعالى هو اللي غادي يرزقك الصبر كذلك لما تعرفش الله تعالى وجد للصابرين أن تعرف جزاءهم وثوابهم وما أعدى الله له من نعيم مقيم كذلك من الأمور التي تعين على الصبر تكون عندك ثقة تامة وليكن تامة أن الله تعالى سيفرج عليك من بعث لك الشدة إذا لم تكن تتقى لم تكن تتقى لأنه يمكن أن الله تعالى سيفتح عليه وفرج عليه هذا هو اللي غادي صبر الإيمان بالقضاء والقضاء هذا الإيمان أركى الإيمان السيطة أن تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره هذا الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا ملوازي من إيمان ثم أن تعلم أيضاً قبح المعصية فهي تصبرك على تركها وأنت تعلم أيضاً فضل الطاعة إذا عرفت أن هذه الطاعة عندك فيها أجر كبير ستصبر باش تلحقها ثم أنت علامة أن الخير فيما اختر الله كنقول الخير فيما اختره الله أي الله اختر هذا الأمر الحمد لله أنت علامة أن الخير فيما قدر فبذلك ترفع لك الدرجات وتكفر عنك السيئات أنت علامة أن الدنيا كلها ابتلة كما يقول الشاعر جبلت على كدري جبلت يعني أن الدنيا أحكد خلقت على كدر الكدر هو شعجة لمسخة من قياش جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار وتبغيها خالية من الآلام والأكدار جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار ومطالب الأيام غير طباعها لكي تسنى من الدنيا ذلك الشي اللي ما فيهاش متطلب في الماء جزوة نار متطلب في الماء جزوة نار بحالك يقلب على العفية من الماء الماء ما غضيش تأتيك العفية كمة الدنيا معمورة سنى بها تكون دي مام زيانة دي مام تلقى فيها الأقدار المؤلمة بقتلنا منزلة الرئيسة والشكر ندخلنا إن شاء الله تعالى للدرس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى سألنا لزقونا منزلة السوري ويجعلنا من الصابرين المستبيرين الصابرين يا رب العالمين اللهم أتمنى في المساة تقوها يزكيها أنت خير منزكاها أنت وليه ومولاها اللهم أهدنا واهدي بنا وجعلنا سبب من يفتدى وصل اللهم على سين المحمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحان ربك رب العزة في عما يصفون السلام عليكم والحمد لله رب العالمين شكرا للمزي collection القوناة شكرا للمزيزة